حرب إعلامية تقود خطاها آلة إعلام النظام السوري وحليفته روسيا التي تصر على أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي لإجلاء سكان مدينة دومة كبرى مدن الغوطة الشرقية وأن فصيل جيش الإسلام سيسلم بموجب الاتفاق أسلحته المتوسطة والثقيلة وسيعترف بسيادة النظام على دومة بالمقابل نفى فصيل جيش الإسلام أخبار إبرامي اتفاق مع روسيا للخروج من دومة قائلا أن الاتفاق الذي تم إبرامه مع موسكو يقتصر على إجلاء مصابين وحالات إنسانية من دومة للعلاج في إدلب مع استمرار وقف إطلاق النار وعلى لساني قائد الفصيل عسان بويضاني أضافت جيش أنه يتفاوض للبقاء فيها وأن مقاتليه لن يخرجوا من مدينة دومة كما يروج النظام وروسيا وأن المفاوضات التي يجريها جيش الإسلام مع الروس هي من أجل البقاء في دومة وليس للخروج منها وتسليم السلاح وكالة الأنباء الفرنسية أشارت بدورها إلى أن يوم أمس الأحد شهد إجلاء جزئيا من دومة تضمن أخراج مئات الأشخاص بينهم نشطاء وأطباء وجرحة فضلا عن عائلات مقاتلين من فصيل فيلق الرحمن التابع للمعارضة إلى محافظة إدلب فيما ذكرت قنوات تلفزيون النظام السوري أن 1146 شخصا غادروا دومة أمس الأحد على متن 24 حافلة وبهذا الإجلاء يكون أكثر من 40 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية على مدى أكثر من أسبوع